ديارة حاضرة صاحب السمو أمير البلاد قبلت بترحيب رسمي في المملكة المتحدة حيث أعرب وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية ديزموند سوين عن تقدير بلاده وامتنانها لمشاركة سمو أمير البلاد على رأس وفد رفيع في أعمال المؤتمر الدولي الرابع للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا بالشراكة مع زمو أماء بريطانيا والنروج وألمانيا والأمم المتحدة والذي تستضيفه العاصمة البريطانية الخامسة المقبلة وأشاد وزير الدولة البريطانية بالدور القيادي والسباق والسباق لسمو أمير البلاد في دعم العمل الإنساني وترسيخ مكانة الكويت كدولة ريادية في مساعدة المتضررين من الكوارث حول العالم وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص وعرب عن سعادته لتعاون بريطانيا ودولة الكويت في مجال العمل الإنساني لافتا إلى المكانة الدولية والصوت المسموع الذي تحظى به الكويت نظرا لتبنيها ودعمها الحاجات الإنسانية للشعب السوري